المضلعات المتشابهة حل أمثلة فرسال بيقول إذا كان المثلث FGH يشابه المثلث JKL فاكتب جميع أزواج الزوايا المتطابقة واكتب تناسبا يربط بين الأضلاع المتناظرة هنا لازم أنتبه لترتيب الحروف وعشان نسهل على نفسنا هنحط الشكلين فوق بعض يصير عندنا FGH وتحتها بالترتيب اللي أعطانا إياه JKL صر الزوايا المتناظرة يعني اللي تقابل بعض ستكون متطابقة نكتبها الزاوية F ستطابق الزاوية J والزاوية G ستطابق الزاوية K والزاوية H ستطابق الزاوية L نأخذ الحرفين اللي جنب بعض صر عندنا أول ضلع FG ستناسب مع أي ضلع مع الضلع المقابله اللي هو هنا JK صر نكتب طول FG على طول JK طبعا نسبتهم لبعض ستساوي نفس نسبة الأطلاع الباقي يعني عندنا ضلع GH هقابل الضلع KL صر نكتب طول GH على طول KL وبعدها هيندو الضلع FH المناظر له JL صر نكتب طول الضلع FH على طول الضلع JL نسبة الأطلاع المتناظرة إلى بعض ستكون متساوية لجميع الأطلاع وبرضه ممكن أطلع الأطلاع المتناسبة من الرسمة أدي في المثلث الأول الضلع FG إيش مقابله في المثلث الثاني نلاقي يقابله الضلع KJ نحطهم في كسر وبعدها هيندو الضلع GH الضلع الأقصر هيقابل الضلع KL نحطهم في كسر وآخر شيء الضلع FH اللي هو الوتر هيقابله في المثلث الثاني برضو الوتر اللي هو JL فرسال بيقوله يريد كمال أن يستعمل الصورة المستطيلة الشكل المجاورة خلفية لشاشة الحاسوب ولكنه يحتاج لتغيير أبعادها حدد ما إذا كانت كل من الصورتين المستطيلتين الآتيتين مشابهة لها أم لا وإذا كانت كذلك فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه ووضح إجابتك طب يعني بغاني أشوف إذا كانت الصور متشابهة أم لا وإحنا عرفنا عشان نحكم على شكلين إنهم متشابهين لازم تكون الزوايا المتناظرة متطابقة ولا إضلاع المتناظرة يعني المقابلة للبعض تكون متناسبة خلينا نشوف الصورة الأولى هو قل لي في السؤال إن الصورة الأصلية مستطيلة وقل لي برضو إن الصورتين اللي بغي يشوفها برضو مستطيلة إصر عرفنا على طول إنه جميع الزوايا في الصور هتكون كلها قوائم قياسها 90 درجة بما أن جميع الزوايا قوائم إذن جميع الزوايا متطابقة صير حققنا الشرط الأول طب خلينا نشوف الأضلع هنا هذا الضلع مقابله هذا الضلع يعني نقول طول DC على طول HD لازم نشوف هل هذه النسبة حتساوي طول هذا الضلع إلى هذا الضلع يعني هل حتساوي نفس النسبة طول الضلع BC على طول الضلع FT هنا برضو نتبه للترتيب بدأنا بإضلاع هذا الشكل الأول يصر دائما نبدأ بإضلاع هذا الشكل لا نعكسها طب خلينا نجيب النسبة نعود هنا طول DC بعشرة وطول HD بـ 14 نبسط نكسم البصل المقام على 2 يصير عندي النسبة 5 على 7 طب نجيب النسبة الثانية نعود عندي BC بـ 8 وFG بـ 12 نبسط نكسم البصل المقام على 4 يصير عندي النسبة 2 على 3 وواضح جدا أن النسبة بين الأضلع مختلفة تقدر تقولي أن كل ضلع تكبر بنسبة مختلفة عن الضلع الثاني يعني الشكلين غير متشابهين دعونا نرى الصور الثانية مرة ثانية بما أن الشكلين مستطيلين يصير الزوايا كلها ستكون قوائم وبالتالي الزوايا كلها متطابقة يصير نرى الأضلع هنا عندي الضلع DC سيقابل الضلع ML يعني نقول النسبة ستكون طول الضلع DC على طول الضلع ML يعني 10 على 15 نبسط نقسم البصل المقام على 5 تصير النسبة 2 على 3 نرى هذه النسبة للأضلع الثانية ستكون 2 على 3 نرى أن الضلع BC سيقابل الضلع KL عن النسبة ستكون طول الضلع BC على طول الضلع KL نعود يصير عندي 8 على 12 نقسم البصل المقام على 4 تصير عندي النسبة 2 على 3 يعني الضلعين متناسبين يعني كأننا كبرناهم بنفس النسبة اللي هي 2 على 3 طب الاضلع الباقي لأن الشكل المستطيل يصير عندي كل الضلعين متقابلين متطابقين يعني هذا الضلع سيكون طوله نفس هذا الضلع يعني 8 وهذا الضلع سيكون طوله 10 وهنا أيضا سيكون هذا طوله 12 وهذا طوله 15 يعني نسبتهم ستكون نفس نسبة الضلعين السابقين نستطيع أن نقول أن المستطيلين متشابهين ونكتب عبارة التشابه نبدأ بالمستطيل الصغير نقول المستطيل ABCD يشابه المستطيل JKM معامل التشابه أو نسبة التشابه ABCD إلى JKLM شوف هنا بدأنا بالمستطيل الصغير مثل ما عملنا ونحن نجيب النسبة نحط الضلع الأصغر في البسط يصير معامل التشابه سيكون هو 2 على 3 وعشان تفتكرهم نرى أننا بدأنا بالمستطيل الأصغر يصير الرقم الأصغر سيكون في البسط وهو هنا 2 وبعد ذلك يأتي الرقم الأكبر في المقام فالسؤال يقول لي في الشكل المجاور المضلع ACDF يشابه المضلع VWYZ أوجد قيمة X هنا أقول لي أن الشكل ACDF مشابه للشكل VWYZ يعني أن الزوائل المتناظرة متطابقة والأضلاع المتناظرة متناسبة حلو وإيش المطلوب؟ المطلوب أن أوجد قيمة X فين X؟ هذه هي كيف سنجيب قيمة X؟ هو قال لي أن الشكلين متشابهين يعني الأضلاع المتقابلة متناسبة فين الضلع الذي سيقابل X؟ دعنا نرى هنا سيكون الضلع الذي طوله 10 يعني الضلع YZ صار النسبة تكون طول الضلع FD التي فيها X على طول الضلع YZ سنقابل له في الشكل الثاني لو عوضنا هنا سيصير عندي X على 10 كده ما نقدر نجيب قيمة X لازم نعمل معادلة يعني النسبة دي يساويها بنسبة ثانية يعني ناخد ضلع ثاني ناخد مثلا هنا AF نشوف فين الضلع المناظر له في الشكل المقابل سيكون ZV لأنك لو أخذ هذا الشكل وعملت له دوران حطيته على الشكل الثاني تلاقي أن الضلع AF سيكون مقابل للضلع ZV سنقول أنه طول الضلع AF على طول الضلع ZV هذا لو عوضنا سيصير عندنا 12 على 3Y-1 النسبتين دي سيكونوا متساويتين يعني يصير عندي X على 10 يساوي 12 على 3Y-1 لكن هنا صار عندي مجهولين لا لا أقدر أحل المعادلة بذلك الطريقة لازم أجيب نسبة ثانية يكون ما فيها قيم مجهولة لكي أقدر أحل المعادلة طيب نرى الضلع ثاني دعنا نرى الضلع CD سيقابل في الشكل الثاني الضلع YW يعني النسبة ستصير طول CD على طول YW بالتعويض يصير عندي 9 على 6 كلها أرقام يصير أقدر أحل المعادلة خلاص يصير نقول أنه طول FD على طول YZ سيصير طول CD على طول YW لأن الأضلاع المتناظرة متناسبة نرى الضلع FD بX هي المطلوب و YZ ب10 و CD ب9 و YW ب6 بعد ذلك نستخدم خاصية الضربة التبادلة يصير لدينا 9 على 10 يعني 90 يساوي 6X نقصد مطرفان على 6 وصير لدينا X تساوي 15 يعني طول هذا الضلع يساوي 15 نأتي للمطلوب الثاني اللي هو Y هنا سنعمل نفس الشي دعونا نرى أول شي فين الـ Y هذه هي في الضلع ZV طيب فين الضلع المقابل هذا هو الضلع AF يصير نكتب النسبة طول ZV على طول AF شوف هنا ممكن نستخدم نفس الترتيبة اللي استخدمناه في الفقرة اللي قبلها يعني المضلع الكبير أول بعدين الصغير أو ممكن نقلبها الطريقتين صح بس أهم شي إننا نحافظ على الترتيب دعونا هنا نحلها المضلع الصغير أول يعني النسبة ستكون زي ما كتبناها طول ZV على طول AF دعونا نرى ضلعين معلومة لكي نظل عن النسبة هنا برضو دعونا نستخدم YW على CD أو ممكن حتى نستخدم اللي أوجدناها في أول فقرة يعني ZY على FD دعونا نقول إنه طول ZY على طول FD لاحظ هنا برضو بدأنا بالمضلع الأصغر ZY طيب طبعا حنقول التبرير لأن الأضلاع المتناظرة متناسب طب نعود طول ZV يساوي 3Y ناقص 1 على طول AF اللي هو 12 يساوي طول YZ اللي هو 10 على طول FD اللي طلعناها ب15 ونحل المعادرة نستخدم خاصية الضربة التبادل يصر عندي 3Y ناقص 1 في 15 يساوي 12 في 10 نوضع الضربة على الجم بصري عندي 15 في 3 يساوي 45Y ناقص 15 في 1 ب15 يساوي 120 نجمع 15 إلى الطرفين وصارت عندي 45Y تساوي 135 ناقص 45Y وصارت عندي 3Y باقي نقطة واحدة في الدرس سنتكلم عنها في المقطع القادم موسيقى